عنا أمر هام جدا الحسد يمنع الحاسد من أن يقبل الحق خاصة إن جاء من المحسود لا يمكن أن يتقبل نقدا لا يمكن أن يتقبل حديثا لذلك عندما نتبين أن حكم الشرعي أن الحسد حرام أن الحسد مكروه أن الحسد يغضب الرب سبحانه وتعالى أن الحسد يقول تعالى في حسد فقط أحبتي في الله حسد الكل مذموم إلا حاجة واحدة وهي أن يكون الحسد محمودا يسمى الغبطة اللهم ارزقني كما رزقته اللهم بارك له وارزقني كما أعطيته دائما لا تتمنى زوال النعمة من أخيك بل تتمنى أن يرزقك الله كما رزقه اللهم اهد قلبه حتى يصرف ما رزقته في أوجه الخير والبركة